إنما تعالى بقى نتكلم في القرى بجد والله تعالى اللي تلام في الليلة دي كلها الراجل طبعا تعالى خد بالك كده انت عندك مشاكل احنا من بداية السيزون وقلنا نادي الاهلي شكله تنظيميا في الحتة الدفاعية بقت من احسن الفرق في مصر جات من كاس عالم الاندية انت خسرت اربعة ريال ماشي هنقول وقيعي بس برضو خسرت قيلة فلامينجو فرقة لسه بتعد المفروض ان كان في كاس العالم ده بتعد نفسها عشان الدور لسه ما بداش بس في راتيلة وفي راتيلة طيب الاخطاء دي على مدار الشهر ده مش عارف تعالج النهاردة بتشيل خمسة ده انت عندك مشاكل عندك كارسة بمعنى صح تعالى بقى نرجع للأساس في حاجة اسمها سبق تشكيل في الكورة مش كل يوماتش هتعى حطيلي تشكيل واتنين وتلاتة مش كل مباراة حطيلي خط غير الخط اللي قابليه بالزبط طب من هنا كاس العالم الاندية خلص حاجة كان في شهر اتنين خلص او فاق تمام بقلك شهر اربعة عشان يقف شهر ليه عشان ايه احنا ايام جزيل كان بيغير كان هم حوالي ستتاشر لعيد بالزبط في عصابات وفي ضغط المباراة حقيقية ايه ضغط المباراة يعني كل تلات يام ماتش على فكرة انا ضد فكرة انه اتهمات بضغط المباراة عشان انت بتغير كتير بالزبط اتعلم لو مارس الكورة ما بيغيرش كنت اقول لك ايه اه ليه حق يشتري من ضغط المباراة عشان هو بلعب تلتاشر بلتاشر اللعبة كنت اقول ليه انت بتغير كل مباراة بتشكيل اه كل خط بتشكيل اه لا ده ما ينفعش هي فين حالة الانسجان بين اللعبها وبن بعضها ام انت كل شوية لقي تشكيل شكل ام خط الظهر بمجموعة شكل ممكن اتنين تلاتة لسبتين وعلى فترات اه نص الملعب برضو تلاقي كندوسي دخل اه بدأ يديله كان قبل كاد يانجس وليع ماشي راجع من صباح ما عندكش سبات تشكيل هو ما التلاتة اللي خده شوية سبات يعني مع محمد هاني وعبد المناء وعبد المناء وعبد المناء وش الناوي الخط ده اللي سابت شوية بس ما وضع طبيعي انما باقي الفرقة مم ما فيش كله تلاتة انت كل شوية التغير اللي بخط وده مش مش ده مطلوق في الوقت الحالي مش مطلوق في الكورة فرع العالم كلها فيه السيات وفيه ثوابت عندها انت ما عندكش ثوابت ما صراحة كابت المناء برضو والعاب اللي في الالي بي لها بربع منشاطه ولا بعد بيتصاب طب ده خلاص بدتك مشكلتك انت والسلية وحسيد الشحادت صاب حسنا انت الراجل شغال في التدريب وعارف انا قدام انها فيه اصابات بالجملة عندي يبقى دي مشكلتك انت كمدير فني انت بقى الحملة عندك عالي ما عندكش ركاب على اللعبة دي عبدالله بأمانة ان اللعبة النادي الآله جات الفترات اللي فاتت ما كانتش بتقدر تضغط ضغط عالي الراجل بيخليهم يجرب ومعدل جامد فاللعبة مش قادرة على الحملة ده فعشان كده هو بيقعد يغيرهم بالعكس ده انا كم المنشاط اللي خدتها في الفترة الاخيرة انت في نص الموسم او في اخر السيزون كمان يعني انت في اكتر حالة فنيا وبدنيا وقف على رجلك بشكل كويس انما انت النهاردة انت ما عندكش للسيناريو واحد ومعرفتش تتغله انت المفروض تيبقى محضر عندك سيناريو اتنين وثلاثة النهاردة بس برضا ربنا كرم انا معاك اقول لك اطلاطيت في اول ثلاث دقائق وانت كلمت في نقطة كويسة اوي وفيه جهاد اول ثلاث دقائق ده ده عدم تركيز ده تركيز تمام انت ربنا كرمك ورجعت للجين بدري يبقى المطلوب مع فرقة زي دي والمفروض ان انت قاري وشوفتهم ولا عبتهم قبلها بقصدوها عبدالله عبدالله ما هو جيه هو جيه لما جيه لما بعد ما جاب الجول لما النادي صندون لعب اتنين فرود رجع حمد فتح في وسط الاتنين السرد بكات ولعب خمسة يعني انت لو تيجي تاخد بالك في الدولات دا هو لعب خمسة مشكور اخطاء هل النهاردة كان محتاج يبدأ المباراة بشكل دفاعي يبقى تحت الكرة ما يتغطش موسك كريم هو الاحداث بتاعة المباراة هي اللي خلت المباراة تركيز اللعيبة بداية تركيز اللعيبة انت لما دلوقتي جيبت اللقطات عندك الديانج وحمد فتحي اللي اتنين بيغطوا داخلين يعني هدوننا جماعة اللقطات اللي كانت الحسب يعني تفهمني ميلين ناحية اليمين مفروض واحد يبقى هنا واحد جنبي يعني انت بتلوم القندوس بتلوم على القندوس لا ده مفروض هنا الديانج وهنا حمد فتح على فكرة لازم يبقى لتنين هنا انت فهمني يعني نص الملعب اللي هو ستة وتمانيتين دول من افضل الطور اربعة تلاتة تلاتة دي هجوميا ودفاعيا من افضل الطور تطبيق اه مش رص التعيب الحاجة التانية انت النهاردة انت بتلعب على مساحة الملعب كله ومش مطلوب ان انت تلعب فرقة بحجم بمساحة الملعب كله وزي ما انت بتتكلم لو تشتعى البغط عالي طب معلش البغط العالي ما فيوش نوريس منفاشل منفاشل لنخط